السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا هلو سهلا فيكم في تجربة جديدة من قناة سعودي أوتو السيارة اللي معانا اليوم أنا سمعت عنها كتير وحابب أجربها اليوم معاكم ونتناول ونشوف تفاصيل السيارة هادي السيارة هادي هي هذا الـ H6 سيارة SUV صغيرة الحجم تنتجها الشركة Great Wall Motors شركة Great Wall Motors المحدودة هي أكبر مصنع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الصغيرة في الصين وحتى عام 2017 بلغت أصولهم 110.5 مليار يوان صيني وتملك Great Wall Motors أربعة مركات تجارية وهم ها فال وغريت وول ويوي وأورا واللي تغطي أربعة فئات اللي هي سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان وبيك هاب وسيارات الطاقة الجديدة وعندهم أربعة قواعد تصنيع للسيارات وقاموا بتطوير قدراتهم وتصنيع الأجزاء الأساسية في السيارة مثل المحرك وناقل الحركة وعندهم أكثر من أربعين شركة تابعة لهم وعدد العاملين أكثر من سبعين ألف موظف أنشأت شركة Great Wall نظام البحث والتطوير العالمي لسياراتها في المقر الرئيسي في باو دينغ إلاوة على مراكز البحث والتطوير في البلدان الثانية مثل ألمانيا وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية والهند اللي خلاهم يحسنوا قدراتهم على البحث والتطوير بشكل منهجي واللي عكس على سياراتهم وعطتها قدرة تنافسية عالمية سوق فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة اللي هي SUV عندها أكبر حصة من سوق السيارات ويمثل نسبة 41% في عام 2020 وهذا يعتبر السوق السائد والفئة هذه تعبر قيمتها أكثر شيء ناهيك أنه في هذه الفئة في نمو زيادة متواصلة وحتصل مبيعاتها إلى 9.74 مليون سيارة في عام 2020 وهذا بيأكد أهمية هذه الفئة اللي هي السيارات الـ SUV على مستوى العالم ومش فقط على مستوى المنطقة أو عندنا في السعودية خلينا نتكلم عن اسم الشركة باللغة الإنجليزية اللي هي هاذال معنى اسم الشركة هو هاذ أول إذا شلنا الـ E و الـ L صارت هاذال ونجي لسيارة اليوم هاذال H6 قدموها الأول مرة في معرض شنهاي للسيارات في عام 2011 وهي عبارة عن كروس أوفر وتجي بنظام دفع أمامي وهي بديلة السيارة اللي كانت تنباع في الصين باسم وبعدين غيروا اسمها وسموها هاذال H6 وطبعا أعادوا تصميمها بالكامل عشان العلامة التجارية هاذال وطوروها بالكامل ومن عام 2015 تعتبر هاذال H6 أفضل سيارة SUV صغيرة الحجم مبيعا في الصين واحتلت الـ H6 كمان المركز السادس بين سيارات SUV الأكثر مبيعا في العالم لعام 2017 هاذال H6 تدخل منافسة مع اللعبين الأكبار مثل هونداي توسان وكيا سبورتاج وجيب كومباس وتايوتا راف فور وهوندا سيار في وفورد اسكيب ونيسان إكستريل ومن المصنعين الصينيين اتنافس كل من شانجان CS75 وMGRX5 وجيلي X7 وهذه الفئة الصغيرة الحجم SUV تعتبر أكبر فئة في سوق سيارات الدفع الرباعي مش فقط على المستوى المحلي لكن على المستوى العالمي وتتوفر عندنا في السوق السعودي بطرازين الأول Fashionable والتاني سابريم مع توفر طرازين وبأسعار منافسة جدا للاثنين اللي هو الستاندرد والفل الكامل مثل السيارة اللي معانا والمفروض أنه أسعارها تكون الأفضل ما بين منافسيها اللي يميزها ويبرزها عندنا في السوق السعودي الفكرة بكل بساطة هو أنه السيارة تعتزبون مزايا كتيرة مقابل السعر اللي حيدفعه للسيارة حتى تكون بديل للطراز الستاندرد بين السيارات الكورية واليابانية والأمريكية ومثل ما أنتم عارفين مع نزول مبيعات السيارات وتقلص السوق أصبحت المنافسة شرسة أسعار السيارات اليابانية والكورية صارت لصالح العميل عشان يكسبوه كذبون والسؤال هنا اللي يطرح حاله إيش وضع السيارة هافال H6 بين المنافسين في فئاتها علماً إنه الوكيل بيقول إيش بيقول خاصة سيارة الهافال H6 الكميات مباعة قبل السيارات ما توصل للمعارض خلينا نشوف ليش الظاهرة هذه نبدأ بالتصميم الخارجي أول شي خلينا نبدأ بأبعاد السيارة الطول 461 سنتيمتر والعرض 186 سنتيمتر والارتفاع 172 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات 268 سنتيمتر تصميم الواجهة الأمامية انسيابي وحديث وداخل فيه ألمنيوم وشبكة تهوية الأمامي كبير وزي ما تشايفينه متصل بالأضواء الأمامية ترازق الإيدي نهارية وتحتها أضواء الضباب الدائرية وفيها خاصية أوتوماتيكية عند الإنعطاب وأسفل الصدام زي ما تشايفينه هنا اللي هي فتحة التهوية السفلية عشان تبريد المحرك وحساس رادار أمامي غطاء المحرك زي ما تشايفينه مدمج بتقوصات وانحنايات جميلة تعطيها شكل رياضي ومن جانب السيارة نشوف خطوط انسيابية لكن اللي يميزها هو خط السقف زي ما تشايفينه هذا المنحدر لمؤخرة السيارة يحطي شكل الكوبية النوافذ الجانبية زي ما تشايفينها محاطة بكروم وتوفر فيها الروف راك اللي هو قطبان السقف علوية والمرايا الجانبية تنطويه كهربائيا ووفروا بلاستيك صلب أعلى لإطارات الأمامية والإطارات الخلفية وطبعا زي ما تشايفينها ممتدة بالبلاستيك اللي هي أسفل الأبواب وفي وسطها اللي هو إيش الكروم هذا بيعطيها الطعم والشكل تصميمي جميل جدا نجي على جنوط السيارة تتوفر بي جنوط مقاس 18 بوصة لطراز الفاشنبل لكن السيارة المعانا هادي اللي هي المستوى الأعلى السابريم تيجي بجنوط مقاس 19 بوصة كمان الجنوط هادي تيجي بتصميم مختلفة تتوفر باربع كاميرات كاميرتين على المراية الجانبية وكاميرا أمامية وكاميرا خلفية الكاميرتين على المراية الجانبية وظيفتها تبين النقطة العمية والتانية تساعدك تصف السيارة بجانب الرصيف الواجهة الخلفية تصميمها حديث ومطور ووفروا جناه أعلى الزجاج الخلفي وعليه زي ما تشايفينه هادي اللي هو أضواء المكابع الأضواء الخلفية تراز الـ ED وطبعا نشوف انه وسط الصدام الخلفي وأسفل الصدام ووفروا اللي هو وعاء أو غطاء ألمنيوم على شكل ديفيوزر وعلى جوانبه اللي هي ايش فتحات العادم الرباعية وحساسات وكاميرا خلفية طبعا الحساسات المتوفرة في السيارة 12 حساس ستة حساسات أمامية وستة حساسات خلفية يتم فتح باب صندوق الأمتعة بالطرق العادية أول شيء عن طريق المفتاح الذكي تاني شيء عن طريق اللي هو ضغط الزر على باب صندوق الأمتعة مساحة صندوق الأمتعة لما يكون ظهر المقاعد الخلفية بوضعها الطبيعي ويتعطيني 800 لتر لكن لما نطوي ظهر المقاعد الخلفية زي كده بالزر الموجود هنا بتعطيني مساحة قدرها 2040 لتر الإطار الإسبير موجود تحت الغطاء وكذلك نشوف أنه الإطار الإسبير اللي هو الفل الكامل والعدة اللي موجودة عشان تغير الإطار الإسبير وفره كمان اللي هي مسكات لربط الأغراض عشان ما تتحرك أربع مسكات موجودة على جوانب السيارة وكذلك هنا خلف الصدام الخلفي موجودة هنا مساكتين ومثل ما أنتم شايفين وفروا كذلك واقي لحماية الأغراض من الشمس لما تكون أنت مخزن أغراض أو حاطة أغراض فين في صندوق الأمتعة ظهر المقاعد الخلفية تنطوي 60-40 وما تكون مسطحة تماماً كنت أتمنى لو عملوها مسطحة كان أفضل تتوفر لهاباء الـ H6 بمحرك سعة لترين GDIT تيربو بيعطي قوة 497 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران 350 نيوتن ميتر من 2000 إلى 3200 دورة في الدقيقة ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبعة سرعات مزدوج الكلتشات اللي هو دول كلتش وهذه الميزة مش متوفرة عند المنافسين ومن فوائد الدول كلتش إنه بيعطيك عزم أكبر واعتمادية أكثر ووزنه أخف ويعطي اقتصاد في استهلاك الوقود وهذه كلها مزايا لصالح مالك السيارة والـ H6 تعتبر الوحيدة في فئتها اللي تتوفر بناقل حركة مزدوج الكلتشات وبالنسبة لاقتصاد المحرك في استهلاك الوقود بيعطي 6 لتر لكل 100 كيلو متر مجتمعة أو 14.7 كيلو متر لكل لتر واحد ونوعية البنزيمة المستخدم هو 91 وعملنا مقارنة سريعة ما بين هذا الـ H6 ومنافسيها من ناحية سعة وقوة المحرك وعزم الدوران ستظهر أمامكم على الشاشة مثل ما قلت هابا الـ H6 بتعطي قوة 197 حصان وعزم دوران 350 نيوتن ميتر نلاحظ أنه ما بين هذه الفئة كلها الـ H6 بتعطي قوة حصانية أكثر وعزم دوران أعلى وكمان عملنا مقارنة سريعة ما بين الـ H6 ومنافسيها من ناحية اقتصادها في السلاك الوقود ونوعية الوقود المستخدم هتظهر أمامكم على الشاشة المقصورة الداخلية واسعة والخامات اللي استخدموها في تصنيع المقصورة الداخلية جيدة لكن نشوف تطعيمات الكروم على جوانب الأبواب وعجلة القيادة ولوحة العدادات كمان والداشبورد والكونسول الوسطي أنا شايف أنه تصميم الداشبورد والكونسول الوسطي حديث ومطور إذا ما كان أفضل من بعض المنافسين في فئاتها ومن مركات معروفة وعلى لوحة الباب من الداخل أزارير المراية الجانبية ونقدر نطوي فيها المراية زي متو شايفينها كهربائيا ونفتحها كذلك وكمان ذاكرة لمقعد السائق بثلاثة وضعيات نتكلم عن المقاعد في الطراز اللي معانا اللي هو السابريم الفل الكامل تيجي بمقاعد جلد مقعد السائق هذا بتمانية وضعيات تقدر تغيرها كهربائيا ومزودة بدعامات قطنية ومقعد الراكب الأمامي بأربع وضعيات تغيرها كمان كهربائيا الـ H6 تيجي بنظام تكييف مزدوج بتحكم مستقل للسائق والراكب اللي جنبه ومفتاح السيارة الذكي يجي بخاصية فتح السيارة بدون مفتاح والتشغيل بكبسة زر وخاصية إيجاد السيارة وإيقاف المحرك وتحذير من السرقة ونظام تحديد النقطة العمياء وتجهيزات الوسائت وأنظمة الترفيه تيجي بشاشة مقاس 8 بوصات تعمل باللمس وبلوتوث ومدخل إكزولري ويو اس بي وإم بي فايف مع 10 سماعات صوت ويجي فيها كمان مخرج كهرباء 12 فولت ومسنى الدراع أمامي ملاحظتي على نظام الترفيه إنه ما أوفروا نظام الملاحة اللي متوفر عند كل المنافسين الأنظمة المتوفرة في السيارة هو النظام المساني لتغيير خط المسار ونظام التحذير من الازدحام زايدا نظام مثبت السرعة أنظمة السلامة النشطة والمخفية نحن تكلمنا عن بعضها لكن أنا حسرد مجمل الأنظمة هذه تجي بوسائد هوائية مزدوجة أمامية وجانبية وكمان تجي بنظام الاستقرار والثبات ألكتروني ونظام التحكم بالسحب ونظام التحكم بنزول المرتفعات ونظام التحكم بصعود المرتفعات ونظام مراقبة ضغط الإطارات ودرجة حرارة الإطارات ونظام تحديد النقطة العمياء ومثل ما قلنا كاميرا خلفية ونظام القفل تلقائي زايدا اللي هو فرامي اليد إلكترونية EBD موجودة هنا اللي هو هذا وهذا الزر وكذلك تجي بنظام HMI اللي موجود هنا هذا بالنسبة لوضعيات القيادة تجي بتلاتة وضعيات للقيادة اللي هي القيادة العادية والقيادة الاقتصادية والقيادة الرياضية وفيها أنظمة سلامة كتيرة وأكثر ما تركز عليه شركة هاذال في صناعاتها للسيارات هي السلامة ومن الأشياء اللي عجبتني شخصيا أنه غطاء البنزين ما يفتح إذا كان المحرك شغال وفي حال الحوادث لا قدر الله يتم فتح الأبواب لازم تطفي المحرك حتى تقدر تفتح غطاء البنزين شي تاني لما تبغى تغلق زجاج السيارة الجانبي إذا جالوا أي عائق يوقف على طول وضعية القيادة أو استخدام ناقل حركة يدويا عن طريق مبدلات السرعة خلف عجلة القيادة والنظام إيقاف السيارة في المواقف الشبه أوتوماتيكي وحنجرب هذا النظام ونوريكم كيف يتم إيقاف السيارة في المواقف بكل بساطة إذا الموقف طولي عجلة القيادة ملبسة بالجد متعددة الوظائف فيها أزرير تحكم بالصوت اللي هي موجودة هنا زي بتحكم بالصوت لنظام الترفيه وهذا الإزرار اللي موجود هنا اللي بينقل من ريديو ستيشن أو من محطة راديو لمحطة ثانية هذه موجودة هنا وهذا الأزرير مثل ما قلت اللي هو إيش بترفع الصوت أو تخفض الصوت والأزرير هادي لما نضغطها بتعطيك معلومات مثلا زي مثلا اللي هي تي بي ام اس اللي هي درجة أو ضغط الهوى اللي موجود على الإطارات الأربعة وكمان معلومة جدا مهمة بيعطيك درجة الحرارة على كل إطار نضغط الزر كمان بيعطيك معلومات اللي هو عن اللي هو الكيلومترات لما سيارتكم ماشية بديك سرعة السيارة وكذلك هنا بديك معلومات السفر ونضغط الزر كمان بيعطيك اللي هو استهلاق الوقود في الوقت اللي أنت ماشي فيه وكذلك بيعطيك معلومات الأميال وكمان هنا لما نضغطه بيعطيك اللي هي إيش نرجع تاني اللي هي إليش للتي بي ام اس أما الزر اللي شايفينه اللي تحته هذا الزر هذا بيرجعك للوضعيات أو المعلومات اللي أنت تبغاها الزرين زي ما يقول يرفع ويرجع أو يقدم ويرجع الزر اللي جنبه طبعا هذا أوكي والزر اللي تحته لما نضغطه بيعطيك اللي هو الابشنز أو الاختيارات اللي موجودة في السيارة في نظام السيارة اللي أنت تقدر إيش تستخدمها كمثال الكمبيوتر الوسائد هاتف بلوتوث لما تجي تعمل اتصال ما بين تلفونك وجهاز أو نظام الترفيه والمعلومات في السيارة وكذلك اللي هو الـ ADS ويجيك اللي هو اختيار الإعداد نجي على يمين السيارة بتوفر فيها اللي هو نظام مثبت السرعة اللي هو نظام تشغيل مثبت السرعة والتاني اللي هو إلغاء مثبت السرعة وعندنا الزر هذا اللي هو بيرفع السرعة ويقلل من السرعة وعندي الزر هذا اللي هو إيش لما تيتجاوب لما رح تتصل عليك وكون تلفونك متواصل أو متصل مع نظام الترفيه فتضغط على الزر هذا فيقوم إيش تاخد المكالمة وهذا الزر لما نضغطه يشغل الكاميرا للنقطة العمياء اللي هي على يمين السائق أو يمين الراكب اللي بجنبه زي ما تشايفينه يظهر أمامك على الشاشة وقت ما تبغى ممكن تضغط الزر هذا وشغله أو ولما تضغطه مرة ثانية إيش بيصير بيغلق الكاميرا اللي هي تبعت النقطة العمياء هذه الزرير الموجودة على مقعد السائق هي زرير للدعم القطني إن كان على الظهر أو جوانب الأكتاف أو الظهر زي ما تشايفين هنا نضغطها فتتحرك إيش وبتعطي الدعم للمقعد السائق طبعا الأزرير الموجودة هنا اللي هي إيش بتقدم المقعد وبتأخره وبترفع طبعا اللي هو الظهر المقعد زي ما تشايفين كذلك هنا وبتقدمه كذلك الأزرير الموجودة هنا هادي أزرير للذاكرة لحفظ ذاكرة إيه وضعيات المقعد وبتعطيك ثلاثة وضعيات على زرير الموجودة بجانب عجلة القيادة عندنا الإزرار الأول هذا اللي هو نظام التحكم بنزول المرتفعات واللي جنبه اللي هو إزرار نظام الاستقرار والثبات ألكتروني والزر اللي بعده هذا الزر للإضاءة الأمامية فيك تعليها وتخفضها على حسب الإضاءة اللي تبغاها والزر الأخير هذا هذا الزر لرفع الإضاءة في لوحة العدادات وخفضها عن طريق اللي هو إيش ضغط على الزر نفسه الزرير الموجودة تحت الشاشة الزرار هذا لما نضغطه كده الزرار هذا اللي هو بيسكر أو بيفعل النقطة العمياء والزرار هذا اللي هو الحفاظ على خط المسار والزرار هذا اللي بيعطيك الكاميرا الخلفية يشغلها أما الزرار هذا اللي زرار هذا لما نضغطه بيعطيك درجة اللي هو راحة نظام التوجيه على عجلة القيادة طبعا الزر هذا زي ما تعرفين اللي هو الفلاشر هذا الزر لما تضغطه بيعطيك اللي هو التحكم بنظام التكيف زي ما تشايفينه بظهر عندك على الشاشة وفيك ترفع أو تخفض درجة الحرارة طبعا بدي أعطي درجة الحرارة لمنطقتين اللي هو السائق والراكب اللي جنبه منطقتين مستقلتين وهذا هو بديك الزر هذا نظام التحكم فيه ومثل ما قلت الأزرير هادي اللي هي بتعطيك القشع تبع الضباب في الزجاج الأمامي وهذا قشع الضباب في الزجاج الخلفي وعملنا مقارنة سريعة ما بين أسعار الهاذاء الـ H6 ومنافسيها من ناحية السعر والضمان المتوفر من الوكيل حتظهر أمامكم على الشاشة تأتي لهذا الـ H6 بطرازين الـ Standard اسمه Fashionable وسعره 62.900 ريال والفلة الكامل اسمه Supreme وسعره 69.900 ريال بفتحة سقف و74.900 ريال يأتي بالسقف Panorama وقريب إن شاء الله سيضيف فئة رابعة ما بين الـ Fashionable والـ Supreme اسمها Intelligent وهيكون سعرها 65.000 ريال وحتوصل عندنا في الأسواق في آخر شهر ديسمبر إن شاء الله إن طبعاً قيادة محرك السيارة الليترين اللي بيعطي قوة 197 حصان جيد لمشاويرك القصيرة ويلبي احتياجك ونظام التعليق الأمامي مستقل ماكفرسون زايد نظام التعليق الخلفي المستقل ومثل ما قلت قبل كده إنه ناقل الحركة من سبعة سرعات يجي مزدوج الكلاتشات ومن فوائد هذا النظام إنه يأتيك متعة في القيادة لما تضغط على دواسة البنزين تعطيه قوة انطلاقة وهذا النوع مرغوب جداً عندنا في حين إنه في بعض المنافسين بيستخدموا ناقل حركة اللي هو السي في تي المستمر وهذا النوع من ناقل حركة مش مرغوب عندنا في المنطقة والآن حوريكم كيف يتم تشغيل الأوتو بارك اللي هو الطولي نحط طبعاً اللي هو ناقل حركة على وضعية الدي ونضغط الزر هذا تبع الأوتو بارك زي كده بتظهر هنا عندنا المعلومات على اللي هي شاشة العددات بتقول لنا هي مساعد وقوف ابحث عن موقف أو مواقف عن طريق تشغيل الأي بي اي وطبعاً نقدم السيارة وتقوم هي بالبحث عن الموقف المترجم للسيارة التحويل الى التقدم رجاء تحويل الار اكمال دليل الوقوف خلاصة التجربة انا شايف ان تصميم المقصورة الداخلية حديث مبتكر وفيل وشرايح خصوصا على الداشبورد ونزوله على الكونسول الوسطي بيعطي السيارة شكل مستقبلي وكأنك انت بتسوق سيارة او مركبة فضائية مكوكية حقيقة التصميم هذا بيفرق السيارة ما بينها وبين منافسيها وبيعطي فكر مختلف في تصميم المقصورة الداخلية وميزها عن المنافسين هذال لها مبرراتها ان تركز فقط على سيارات الاسيوفي وهدفها على المدى البعيد انها تكون افضل ماركة سيارات في هذه الفئة السياسة اللي بيستخدموها الان هو توفير سيارة بتجهيزات وتقنيات عالية لكن بالسعر الستاندرد عند المنافسين في هذه الفئة وهذا بيشد الزبون لهم مثل ما قلت الكميات بتنفذ قبل وصولها وانا اعتقد لسببين مهمين اللي هم اول شيء السيارة ككل من تصميم واداء بسعرها بيخليها مغرية جدا تاني شيء الكميات اللي بيطلبها الوكيل في الوقت الحالي محدودة عشان كده الكميات معظمها تنفذ بسرعة لا زالت المقصورة الداخلية فيها مواد بلاستيكية صلبة لكن جودتها بصفة عامة اتحسنت بشكل كبير وملحوظ واعتقد انه هتكون مقبولة عندنا عند زبائن كتيرين في المنطقة والسعودية تحديدا اللي عنده ميزانية محدودة لشراء سيارات شعبية لكن بمواصفات فاخرة السؤال انا عارف اللي معظمكم بيسألوا مين هو الوكيل المعتمد في السعودية وخبرته في مجال السيارات وخدمات ما بعد البيع اسم القريشي يمكن معظم الناس تعرفوا كوكيل لمركات تانية لكن ما يعرفوه كوكيل لسيارات حقيقة اسم القريشي يعتبر من تجار السيارات القدامة ولهم وكالات مثل كرايسلر و جيب و دوج واندمجت بعد كده التلاتة الوكالاء وادارة الشركة بتتبادل كل خمس سنوات ما بين الوكالة التلاتة ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بتجربة اليوم والمزيد من المعلومات زوروا موقعنا سعودياوتو.com.sa ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن الرسالة النصية والمكالمات الهاتفية من اكبر المسببات للحوادث فضع جوالك على الصامت وقود بامان واحترم حق الاخرين على الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة